نروح لأخبارنا العالمية وأكيد بنتكلم عن أصدق رحيل مارادونا رحيل مارادونا ممكن مخيمة على العالم كله يمكن كان قبل كده ميسي كتاب له كلمات مؤثرة جدا فيه مشجعين رحوله المستشفى بعد ما كان هو بيعمل عملية استقصال جلطة في المخ وتقال إن العملية دي نجحت لكن طبعا ده عمره وده قضاء ربنا النهاردة فيه ناس كتيرة جدا وأساطير كمان يمكن تكلمت عن مارادونا الأسطورة البرازيلي بليه النهاردة نعرحيل مارادونا بكلمات كمان مؤثرة جدا كتبها النهاردة على حسابه الشخصي في تويتر قال بالضبط كده يا لها من أخبار حزينة لقد خسرت صديقا عظيما وخسر العالم أجمع أسطورة قال كمان ما زال هناك الكثير من الكلام ليقال لكن الآن أتمنى أن يمنح الله القوة لأعضاء أسرته يوما ما أتمنى أن نتمكن من لعب الكرة معا في السماء طبعا يعني طبعا الاتنين تتكلم على بليه كمان من أفضل من لعب كرة في تاريخ الكرة العالمية وكمان ميسي طبعا نعي نعي يمكن حزين جدا جدا والجملة الجميلة اللي أحجبتني يعني بيتمنى أن يلعب كمان مع الكرة في السماء والجميلة اللي أحجبتني